أنا أقف الأداء في التعليم هي الحرفة مهنة ديلة المعلم ديلة الأستاذ الملقين هي حرفة والحرفة فن وبالتالي إذا كان الأستاذ فنان أكيد أنه كي يصمر بميادات منها في الذاكرة ديلة المتلقين وديلة المشاؤون اللي كيكونوا تلعيناه وكي يصعوا كلام ديره أنا بالحقيقة بعدما كنا شيء ما عندي شيء شيء حاجة مجدى دخلتكم لتعلق تحضر كبير جدا أنا نماتي خشي ملانا السلطة تاجعني تعرفيني به سمية تعمل، اما سمعة وثمانيين ولا سمعة وثمانيين دعوة كنتين لأدلسيزيامان سوف تريني شرفوا عن طاق السر تتعرف سعيني بأنه كان واحد الحيش كان بقع في ذلك السنوات التي كنا كانت فرحنا فيها واحد المشكلة الأساسية التي وقعت أننا كان جيل في هذه المرحلة هذه هو أننا جيل مقبول هناك كنا مرأة ترابينا في واحد إطار عام ما أخذ شيء معي شامل كنا نتعرف مجموعة هذه الأفكار كانت تقسمها قيوة معروفة في الساحة السياسية المهمية اسمها ياسا واسمها يالين كانوا تنفسوا حول إيساحة داخل عموم داخل عموم ديالنا مصطفى أملي كان جارجة في واحد الوضعية التي نحن نعيشها كان من كجلسها ولكن كان يصعب علينا تمثل المرحلة تمثلها بمعنى ترجمتها على الأفكار تقسموا على مقل الفكري ومعنى ترجمتها وكانوا أساسي دون الحجب المستخدم للمرحلة أساسي من كجلس برينك لماذا؟ أول حاجة أننا يجب لطلع من الثانية ويوذينك الفكر كان العالم ينهار كان العالم القديم ينهار أمام عيننا كنا نعيش أن هناك حصرة هناك هناك الشباك الشباك قليل من الحزن والأسر في أعيني جيل كامل مميزة ديرات المرحلة هي أول حاجة فكرة ديالياسات كانت كتغاف واحد من نوع ديالتشكيك راتي هو أنه من يطلع القرواة تشوف ديالك المرحلة أعلن على السياسة الإصلاحية التي كان سبعها القناة ستوسط وبالتالي كان مضو حد نيقاش كبير في المغرب كان هناك كان فيه واحد من عشرة كان نعكس فسط فئة المثقفة المغربية داخل السجود كان أبراحام السلفاتي اليهودي المغربي اللي تستطر الحركة ديالي الى الأمام والنودة عبد الرحمن النودة كان يسرع في الجريدة اللي كان مصطفى فعل أساسي فيها كانت الجريدة ديالأنور والجريدة ديالطالعة كانت كانت منطمة العمل الديمقراطي الشعب منطمة العمل الديمقراطي الشعبي الناس اللي ما كيعرفوها شي هي وليدة ديالوحة الحركة ديالوحة المخط والحركة في الجوهر ديالا هي حركة اليسار السري المغريبي كان كان العالم ديال المميزة هو جوج جوج الأسماء كان واحد خرج من حزب شؤي المغريبي اللي هو حيث تقدم الشركي وطناء إلى الأعمام بالقيادة دي برهاب سنفاتي والحزب ديال 23 مارس اللي كان فيه مجموعة من القيادين ما برسش فيهم اسم ولكن برسل منطمة أعمال بن مقراطي في المحاكمات ديال 370 قضل والمراجعات في القضية للصفراء المغربية إذن هنا كان ترسل فلسفي كان ترسل فلسفي بإسمالينا هو الإنجاب على هذه الإشكالات اللي احنا نعيشها هو هذا المهيار مرحلة سياسية مرحلة شماعية تاريخية وأنا أتحدث هنا من موقعك مؤرخ أنا مؤرخ أنا مرحب أدري الأساسي والتاريخ وبالتالي التاريخ ما قال كافيجي هو الحديث عن سياسي المنوكي ومزرائي ومترجم معناه متاريخ والحكي في السياسة وابتالينا كنستغل موقعك مؤرخ الحديث عن مرحلة تعرف ديالنا على مصنفة كانت مرحلة جدا بحساسة رغم أن تعرفوش ممكنش أننا كاجي نتحدث عن الأساسي لدينا ومتحدثوش بحرق لأنه حنايا لو لها الناس لمشبكنا في القراءة وفي المعرفة كان السمسطفا الدرس للفلسفين بني على أساسي على أساسي هو أنه أنه كان يوحي لنا أننا حين نتحدث في الفلسفة فإننا نتحدث عن الإحاطة بما لا يخطر بما لا يمكن الحادث عنه باعتبار من الفلسفة لا موضوع على وفي أحيان الفلسفة مضحكة مضحكة لدرجات أنه واحد مراكة القراءة بيركسون كي يستسر معنى الضحك وبالتالي لي لدي القائمة كنت تفهم شو معنى الضحك ليشوف تشارليشة بلوم كنا الفيديو عادها شو تشارليشة كان عرض أنه الضحك وراجو كي يضح وكي يكتر ينض بوحد طريقة معينة وبالتالي لمحاولة الإحاطة الدقيقة بالموضوع الطرف الفلسفة دائما كتوضعنا في واحد الإشكال هو أننا نتحدث في كل شيء وفي الآخر أن نخرج بطراحات بمعنى آخر وأن الفلسف كي مع الناس هو أنه يطرح أطراحات وهذه أطراحات هي وتوقية ولكن لا يمكن استدلال عنها كمان يمكن استدلال على قضايا العلم قضايا العلم يمكن استدلال ولكن في قضايا هذه الأطراحات السفية فإننا نحاول أن ندفت صحتها بالمنطقة العقيلة وبالتالي يبقى مفتوحة يبقى الكلام مفتوحة على استولاد مسلمات أخرى وبالتتبع ومستدفع شكرا